المخاطب في كتاب الله عز وجل أنت وهذا سبق أني أشرت إليه فالقرآن رسائل من الله رسائل من الله لك أنت ومثل ما يقول جل وعلي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس هذا المخاطب به أنت أغلب المسلمين الآن لما يسمع هذه الآيات كأن المخاطب هنا يعيش في كوكب آخر ولذلك لا تجد تفاعل مع القرآن ما يتفاعلون مع القرآن ما في تفاعل ما في تأثر ولذلك بعض السلف يقول من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله لماذا لأن يقرأ القرآن وفي نداءات له من الله عز وجل وهو يخالف هذه النداءات يعني نهى الله عز وجل عن مجموعة من الذنوب ومجموعة من الخطايا وهو يقرأ القرآن ويقع فيها فكما قال بعض السلف يقرأ القرآن والقرآن يتوعده فلذلك مهم جدا لما تقرأ أن تعيش هذا الشعور أنك أنت مخاطب هذه الآيات إنما هي رسائل لك كما كان السلف الصالح رضي الله عنه لذلك تجد الواحد منهم يقوم ليلة كاملة بآية لماذا؟ لن يعتقد أنه هو المخاطب بها هو المخاطب بها فيبقى ليلة كاملة يتأمل ويتدبر في هذه الآية